هذا عندهم قلينا سلامة عطلاء مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل بعد التحية سلامة التحدث أولا حول المنامة وحوار المنامة الذي يقام في البحرين من عام 2004 يعني هذا الحوار يشهد مناقشة لتحديات في مجال السياسة الخارجية الدفاع والأمن في منطقة الشرق الأوسط يتيح أيضا في نفس الوقت مجالا للتواصل بشكل مفتوح على المستوين الثنائي ومستوى متعدد الأطراف حول قضايا تهم المنطقة يعني النسخة في هذه حوار المنامة تمتد حتى يوم الأحد القادم يعني ها أبرز الملفات التي يمكن أن تناقش وأيضا ما يمكن أن يقدمه القادة الأوروبيون في هذا الحوار مساء الخير حساني هذا العام حوار المنامة يكتسب أهمية كبيرة نظرا للتعقيدات الأمنية والعسكرية والجيوسياسية في العالم وتخلخل سلاسل التوريد وأمن الطاقة ولذلك بنفسها تذهب رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين لإلقاء الكلمة الرئيسية وللمشاركة في هذا الحوار وفهم طبيعة ووجهة نظر المنطقة في تأمين إمدادات الطاقة والتعاون الأمني والعسكري والدفاعي مع أوروبا وفي هذا الحوار سيسيطر أيضا الموضوع الإيراني لا سيما وأن البرنامج النووي الإيراني يشهد نموا خطيرا كما يقول الأوروبيون فضلا عن النظام الصاروخي الباليستي الذي بموجبه أقر الأوروبيون حزمة عقوبات على إيران المضايق المائية أيضا شهدت الكثير من التوتر وهذا يؤثر سلبا على أوروبا ويخلخ الحالة اليقين ويجعل من أسعار الطاقة أكثر اضطرابا وهذا ما لا تريده القارة الأوروبية هناك اهتمام أوروبي بالغ لكي يضبط الطرفان الأوروبي والشرق أوسط هذه المواضيع الحساسة فيما يتصل بالتوريد بالطاقة بالأمن وبالدفاع وبطريقة التعامل مع الجمهورية الإسلامية في هذا الوقت الحساس ولوضع استراتيجية التعامل مع أزمات يمكن أن تحدث نتيجة العقوبات الأوروبية على إيران وكذلك التوتر الإيراني الداخلي الذي قد ينتج سلوكيات خارجية توتر أمن المنطقة وتوتر الأمن الأوروبي وتوتر الأمن العالمي وطالما اتهم الأوروبيون إيران بأنهم يزعزعون أمن واستقرار المنطقة لذلك فهذا الحوار في المنامة يشهد إذا صح التعبير اهتماما بالغا من الأوروبيين لكي يضبط الطرفان الأوروبي والعربي وتحديدا الخليجي هذه المسألة ولكي لا تضطرب أكثر أسعار الطاقة